ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة وقالت تركيا أن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى لشركات التصدير إلا أنه في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطات الرسمية تواصل المعنويات التراجع قال وزير الاقتصاد الياباني إنه ما زال يتعين على بلاده والولايات المتحدة العمل على تضييق هوة الخلاف بينهما في مجال التجارة وقال الوزير إنه قد تم تعميق التفاهم لموقف كل من الطرفين من التجارة ولكنهم ليسوا على اتفاق تام وأضاف لا يتوقع التوصل لاتفاق شامل ولا حتى جزئي بشأن التجارة خلال قمة الاثنين قدمت جمعية صناعة الطيران الصينية دعمها إلى 13 شركة طيران صينية تطلب تعويضا من شركة بوينغ الأمريكية بعد أن منعت تحليق طرازات بوينغ 737 ماكس 8 وذكرت الجمعية أن عمليات التاخير في تسليم الطائرات تسببت في أضرار جسيمة للشركات وقدرت خسائرها بنحو 580 مليون دولار في حالة بقاء الطائرات على الأرض حتى نهاية شهر يونيو المقبل